اذا بتسألني شو افضل تابلت من هواوي هاقول لك التابلت هو الميديا باد ام فايف برو هاي افضل تابلت ممكن تشتريها من هواوي وممكن تعطيك كل الاعمال اللي ممكن تسويها على تابلت بكل بساطة هاي المعاينة لهاي التابلت خليشوف شو ممكن تقدم لك نبدأ بالتصميم هاي التابلت مصنوعة من الالمينيوم ولدينا اطراف يعني فيه بيزلز لهاي التابلت بعض الناس بيحكوا ليش فيه بيزلز بدناش اطراف فعليا وجودها متعمد لحتى لما تستخدم التابلت فعليا ما تمسك الشاشة ما تضغط على الشاشة من الاطراف لا لما تلعب جيمز ما يتعارض مع اللعب يفضل ان يكون دائما فيه طرف شوية لانه هاي في النهاية شاشة كبيرة يفضل ان يكون فيه طرف حتى تقدر تستخدمها بطريقة صحة هاي التابلت عرضها 258.7 مليمتر اما طولها 171.8 مليمتر وسماكة هاي التابلت 7.3 مليمتر اما وزنها 498 غرام يعني نص كيلو تقريبا تأتي بلون لونين اما الرمادي واما الذهبي حسب شو انت بتفضل الشاشة وهي اه طبعا الشاشة اهم نقطة عنا في التابلت الشاشة اي بي اس ال سي دي 10.8 انش 2K يعني دقتها عالي اعلى من فل اتش دي وفعليا رح تشوف متابعة المحتوى على هاي الشاشة ممتاز جدا تحضر افلام تحضر يوتيوب تلعب غيمز على هايك شاشة ممتاز جدا رائع تستخدم القلم اللي موجود مع هذا التابلت وفي الرسم او حتى في الاستخدام العادي ايضا جميل جدا وعملي جدا المعالج اللي بيحرك هذا التابلت هيكون هو الكيرن 960 كنت اتمنى انه على الاقل انشوف الكيرن 970 ما بدي احكي 980 لسه بدل عليه ولكن كنت تحاب 970 لكن للأسف مش موجود على كل حال اداء هذا المعالج على هذا التابلت جيد جدا ممكن تلعب غيمز ممكن تحضر افلام ممكن تعمل ادت لصورك ممكن تعمل ادت حتى للفيديو تبعك تقطعه وتشتغل عليه بعض الشغلات يعني في عندك خيارات كثيرة بيدعم هذا المعالج 4 جيجا بايت رام وعندنا الساعة التخزينية 64 جيجا الكاميرات لدينا كاميرتين واحدة خلفية واحدة امامية انا بصراحة بموضوع التابلت الكاميرا الوحيدة اللي ممكن اعترف فيها الكاميرا الامامية فقط يعني بديش التابلت امسك اصور في التابلت ما عنديش هذا الفكر ابدا خلص التابلت لش للعمل او لمتابعة المحتوى او ممكن اعمل فيديو تشات مع حدا اوكي عائلة احنا عائلة وبنا نحكي مع حدا برا نستخدم الكاميرا هاي غير هيك بصراحة لا انا بشوف ناس بصوروا بالتابلت وبالشو يعملوا فيديو يلا صور حدا حكي ابدا مش منطقي صور بتليفونك بالنسبة للصوت هون بصراحة في عنا دعم للصوت خرافي من شركة هارمن اذا بتسمعوا فيها في عنا دعم صوت خرافي عنا اربع سماعات في هذا الجهاز والصوت بجودة عالية جدا اما البطارية فتابلت كبير زي هيك بحاجة لبطارية كبيرة وعندك بطارية فعلا كبيرة سبعة الاف وخمسمائة ميليا امبير مش بس هيك معاها شحن سريع فعليا خلال تقريبا ثلاث ساعات هتكون هاي البطارية الضخمة فل مدخل التابلت هيكون يو اس بي تايب سي الحمدلله سعر هاي التابلت في الاردن اربعمائة دينار برا الاردن ممكن تكون خمسمية خمسمية وخمسين دولار حسب البلد هل عجبتك تابلت زي هاي هل انت بحاجة لتابلت في حياتك ولا الموبايل صار يغطي كل اعمالك اكتب لي في التعليقات تحت يعطيكو الف عافية ان شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم سبحانك الله وحمدك نشهد ان لا اله الان نستغفرك ونتوب عليك الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة